النادي الاهلي في الساعات اللي فاتت تواصل مع كريم ندفد لاعب والنادي الاهلي المعار الى نادي فيوتشر طرفين كريم ندفد كان معار سنة واحدة لفيوتشر سنة واحدة لفيوتشر كان مفوض يرجع السنة دي لما الاهلي رجع محمد عبد المنعم فيوتشر مد الاعارة سنة كمان بس النادي الاهلي محتاج كريم ندفد واستطلع رأيي كريم ندفد واكيد هاستطلع رأيي فيوتشر وكريم ندفد كان رأيه انه عايز يكمل مع فيوتشر ليه عايز يكمل معه فيوتشر بيلعب أساسي بيلعب كل المباريات حيث أنه بيرجع لمستوى فمش حابب يرجع النادي الأهلي في وسط الزحمة اللي في نص الملعب الأهلي عنده حمدي فاتحي وعنده عمر السورية وعنده أليو دينج وعمار حمدي يرجع له من الإصابة وعنده أكرم توفيق وعنده محمد محمود عنده لعبة كتير في وسط الملعب نغير الشباب اللي ترعوا زي محمد فخري فهو بيقولك لأ أنا فيوتشر أنا أخذ مكانتي وبشكل أساسي فأكمل معهم سنة كمان وأبقى أرجع الاهلي بعد كده ده اللي قاله لأ أحد مسؤول النادي الأهلي لما تواصله معاه وسأله ليه مش حابب ترجع النادي الأهلي في الوقت الحالي نعم مهم جدا ومبسوط أنا أقول الكريم ندفد بصراحة يعني غياب كثير كثير عن الملعب وصل لسنتين بسبب إصابات متكررة وأزمات كثيرة أقول تعرض لها تصورنا في لحظة أنه ممكن مستقبل كريم ندفد القروي ينتهي بس أنه يرجع وقف على رجله يكون واحد من النجوم في يوتشر هذا الموسم واحد من النجوم الدوري فده الشيء يحسب له إرادة من حديد